أدنت مصر سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل والتي تهدد الوضع الأمني الإقليمي وتؤدي إلى توسيع رقعة الصراع بما يصعب السيطرة عليه أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تعتبر هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة مطالبة مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاطلاع بمسؤولياتهم في وقت هذا التصعيد الخطير محاولة إلى إيقافه في الشرق الأوسط والحلول دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة ووضع حد لسياسة حافة الهاوية اعتبرت وزارة الخارجية أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يزيد من تعقيد الموقف ويؤثر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة كما أكدت أنه يقود الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع لحد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني موسيقى